ناس بتحبك يعني على الهشاج بتاع بيتر ده حبيبنا سأل فيقول له على حضراتك كابشو بيرو على أيمن أشرف الأصيل حابب أقول له أيمن إن إخلاصه للنادي هو جواه وكلامه الإيجابي عنه بشكل مستمر ومحافظة على ما كانت في قلوبنا حتى في عدم موجوده في النادي في الوقت الحالي بالتوفيق دايماً يا كابتن رجل يعني بيشيد بيك وبإخلاصك وبإحترامك وبسلوك إياتك يعني حبيب يا بيتر ربنا أخليك يعني طبعاً يعني الواحد لو تكلم من هنا للسنة الجاية مش هوب في النادي يحقه يعني ولا الجماهير يعني إلي بعد؟ أمينة برضو كانت ضفيتنا قريب أمينة مسائل فلعليك كابشو بير نظر إعلام ودايماً متقلق وعلى اللعب المحبوب كابتن آيمن أشرف كابتن آيمن لو رجع بيك الزمن خطوة ما كنتش عملتها لو رجع بيك الزمن خطوة ما كنتش عملتها لو ما فيش خلاص اقول ما فيش لا ما فيش لا ما فيش تماماً اللي بعد سامح عوني في حياتي كابشو بير وكابتن آيمن أشرف حضراك لعيب كبير ومحترم جداً وسعيني كابشو بير مصادفك في أفضل برنامج في الوطن العربي ما هي البطولة الأغلى ليك مع الأهلي طبعاً الأضيع الأضيع ما الفرق بين الأهلي وأي فريق آخر يعني طبعاً نادي الأهلي يعني نادي يعني أكبر نادي احترافي شفته في حياتي يعني تميت احترافية في كل حاجة وقلت ما عجبك في البنك الأهلي أنه خريف في الاحترافية هل ستظل تدعم الأهلي؟ طبعاً طبعاً اللي بعد أحمد عبد المجيد محمد سيخير كابتن تهاتي كابتن آيمن أشرف سؤالي هل تعتقد أن الأهلي استعجل في الاستغناء عنك تخصوص الأهلي محتاج دائماً تدعم خط الدفاع؟ لا أنا ما أقدرش يعني أتكلم في النقطة دي يعني دي كانت وجهة نظر مدير فني وكان في إدارة موجودة بقاطة كابتن محمود ونحترم آه بنحترم كل الناس يعني والجميل فيك أنك لا طلقت ولا علقت ولا تكلمت ولا هاجمت ولا انتقاط ولا قلت أي حاجة رغم الواحد بيبقى عارف المرارة اللي جواه البني عدم لكنه هنا عشان كابتن لك شخصيتك تفر كتير عوائل طبعاً كابتن لأنه في الآخر خلاص انت مش هتستفاد حاجة بإنك تطلع تعمل المشكلة أو تطلع تنتقد حد خلاص يعني اللي فاد مات وتبتدي بقى خطوة جديدة فارس أيمان أشرف طالع لعيب؟ آه لعيب كويس؟ لعيب كويس الحمد لله عنده كم سنة دلوقتي؟ سبع سنين دخلتوا للمدرسة في الآلي ولا لسه؟ يعني بدأ هو بيقلدك كده؟ نفس اللقطة صح؟ آه نفس اللقطة كده هو لعيب كويس وبتمنى أنه يشوف حاجة كويسة إن شاء الله والله؟ انت ساكن فين؟ أنا ساكن لنا في شيخ زيك طب انت هو بيتمرن فين دلوقتي؟ ما سبع سنين ده بيتمرنا دلوقتي ولا لسه معطوش في هذا؟ لا لا بيتمرن بيتمرن دي أخدمت الآلف زيت بقى كويس بقى بعمل يعني إن شاء الله يعني يكون في حتة كويسة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الروبي اضغط يا ايمن اضغط ايمن انت كانت الكلمة اللي بينك من الشناوي أظن؟ آه عندنا على فكرة الجملة دي عندنا يا جماعة مش عندنا اللقطة دي اللقطة دي إحنا كان فيه بيننا قبل المطش هو بيقول لي هتقف في الحتة دي وأنا أقول له مش هينفع في الحتة دي لازم أقف قدام شوية يقول لي لا هتقف في الحتة دي اقول له عشانه draws dimmência إنفع ها يفهمني الولد يجي سريع كان تنساؤناء ده هقف قدام شوية. مصلحة الفريق. انا عارف ان الولد الفرود جاي بسرعة على القريبة. فانا لازم اخد قبله. اه. 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 انا المفروض كنت بقى قدام شوية. وانت كنت راكق لابس برضو عيني بتاعها في دماغك. اه. كنت متعور اه. لك واسي انها مجاش في دماغك. لا الحمد الله. اه. لو جاتك تغارت التجاهة. اه. 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 بس حوار حلو يعني حوار كرة. اه. اه. حوار حلو. وكان في مصلحة الفريق. حلو اه. فناخد اللي بعده في السوشيال ميديا يا جماعة. اه. خلطتك عشال نوعينا ليه اخده انزار. لا ده اللي خلطت باتحك عليه علشان. اه. اه. لحك كان بيتكلم معاه فابقول له مستمعك. الجمهور كان بقنا في اه. اه. في التراجي. فهو بقول له مستمعك. وكده فبيتكلم معاه بالبالعربي. فانا اتحكت يعني. شل نوعي بتكلم بالعربي. اه. 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 و هو راجل انجليزي ده جهب. اجنو بفرخي. اه. فانا باتحك. اه. اه بالرد في اهل الراجل كان عنيف قوي. اه. ساعتها وده له انزاء. اه الناس بقى خدتها ان انا يعني بضحك ان فيه حد بيزعله يعني. جاي علي اليوم يعني. يلا نكمل يا جماعة السوشيال ميديا ناخد اخر ثلاث اسئلة. يلا. اه مه محمد بسأل جمال كبشبير تحدي كابتن ايمان اشرف المحترم الخلوق. كلنا بنحبك حتى وانت مش معنا. اعتقد الحاجات دي بتسعيدك او ايه. طبعا. يعني اه الواحد يعني اوقات بحس ان انا لسه بلع في الناد الهلي. يعني في الشارع الناس كلها بتقدم كل احترام ومواد ده يعني. ودايما بيتكلموا معي بشكل محترم جدا. وانا بقى مبسوط بده. عشان انت تستحق ايه ده. اللي بعده? فاتحي. مساء الخير ايمان اشرف من ارجل الناس اللي ارتدت شرطة قال يعني كابتن ايمان مفتقد الشناوي على طول. كانوا بيقول له اضغط ايمان. طبعا مفتقد اللعيبة كلها يعني. مفتقدة طبعا. طبعا يعني زميله كلهم يعني بحبهم كلهم وكلهم يعني الناس جميلة يعني بفراحة. كلهم بيحبوك الحقيقة. اخر يلا رسالة. دكتور حسين موسى مساء الفلع كابشو بير حابقى قول رسالة لأيمان اشرف. انا والدتي من كتر ما كانت بتشجع ايمان اشرف ان اول ملايب مع الالي كانت تدعيله اكتر ما بتدعيلي. تحبه جدا. تحب اسراره في الملعب. وروحه وعزمته. اظن دي لما تبقى دعوة ام كده بالنسبة لك تبقى مسك الخيطان بالنسبة لنا. طبعا بالنسبة لي دي حاجة طبعا حاجة افتخر بيان ان والدته بتدعيلي وربنا بريك له فيها يا رب. وبوصيه عليها يعني. بوصيه عليها. بتوصيه.